اهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام مرة اخرى الحقيقة اتخذت مصر على عاطقها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم بانقاذ بلدان القاهرة الافريقية والعمل على بناء شراكات بين دول القرى السمراء ومنذ اعلنت مصر استضافتها لقمة المناخة حملت مصر ايضا همومة داعيات التغير المناخية وتأثيره على القارة السمراء وذلك تكريس الاستراتيجية قيادة القارة الافريقية والتحدث بلسانها في المحافل الدولية ومن هذا المنطلق وضعت مصر قضية التغير المناخية في مقدمة جهودها نظرا لموقعها في قلب اكثر مناطق العالم تأثرا بتغير المناخة رغم ان القارة الافريقية تساهم فقط مشاهدينا الكرام باربعة في المئة من الانبعاثات الكربونية العالمية الا انها تواجه اثار التغير المناخية التي تعيق جهود التنمية خلونا مشاهدين الكرام نرحب بهذا او للحديث عن هذا الموضوع نرحب بالدكتورة نيروز عبدالله الباحثة في الشؤون الافريقية اهلا بحضرتك دكتورة اهلا بك يا فاندي بالحقيقة مصر اليوم تستضيف او خلال هذه الفترة مؤتمر المناقب 27 واخذت مصر على عدقة زي ما قلت في المقدمة التحدث بلسان القارة الصمراء ولكن القارة الصمراء ربما في الفترة الاخيرة هي وقعة ضحية للتغيرات المناخية بالرغم من انها تساهم فقط بالنسبة اربعة في المئة من هذه الانبعاثات تصحر نظرة المياه ربما ايضا التأثير على التنوع البيولوجي بشكل عام وارتفاع منصوب البحر وما الى ذلك عايزين نتكلم عن هذه النقطة وإلى اي مدى تأثرت القارة الصمراء بالتغيرات المناخية رمحيم والحقيقة ان التأثير القارة الافريقية شديد للغاية يعني حدوث طبعا ارتفاع في منصوب البحر بيؤدي الى طبعا عواصف قوية جدا بتؤدي الى تآكل الشواطئ وغرق مدن باكملها يعني وايضا ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن يعني بيؤدي الى التصحر ويعني تفاكم يعني مشكلة الزراعة وفكر يعني المياه وايضا طبعا في حرائق طبعا سنويا بتلتهم الغابات ووصولا حتى لجفاف الاراضي الزراعية فللحقيقة ان القارة الافريقية زي ما حريرك ذكرتين هي الاقل انبعاثا والاكثر تضررا يعني من التغيرات المناخية والانبعاثات الده في طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في اكثر من مقام وفي اكثر من يعني مؤتمر حتى سابق ان القارة الافريقية هي التي نعول عليها كثيرا خلال الفترة السابقة القادمة وان الحديث سيدور بشكل كبير جدا خلال مؤتمر المناخ على كيفية تعويض القارة الافريقية عن هذه التغيرات المناخية الى اي مدى حضرتك شايفة ان هذا المؤتمر سيساهم بقدر كبير في تحقيق العود او تنفيذ الاعتمادات المادية التي رصدت لالقارة السمراء من اجل يعني ربما عمل بنى تحتية والتكيف مع التغيرات المناخية التي تحملتها للأسف بدون ان تكون شريكا فيها بأي شكل من الاشكال والحقيقة ان الدول المتقدمة بتتخزل عن دفع ما يعني تعهدت به في مؤتمرات السابقة خاصة 2015 مؤتمر باريس يعني التمويلات الحقيقية على الارض الواقع لا تمثل 40% من تعهداتها السابقة فطبعا يعني طرح تفعيل اكتر لهذه الاعتمادات المادية التي تم رصدها في المؤتمر السابق بالزبط يعني شيء هام للغاية طبعا لتفعيل يعني او القدرة على التكيف مع ظروف التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتعامل معه بشكل جيد يعني لان اهم شيء في هذا المؤتمر يعني التمويلات المالية طيب احنا دلوقتي قدام العديد من المناحية او العديد من الاتجاهات هناك الاتجاه الى التكيف او ما يسمى بيه التكيف طبعا احنا عشان سيدة المشاهدين على حسب ما نفهم ان التكيف مع الوضع القائم بالرغم من سلبياتي لحين تطور الوضع او لحين تنفيذ ما يتم الحديث عنه فيما يقص التغيرات المناخية كيف يتم التكيف من قبل الدول الافريقية لحين تحقيق هذه الاهداف الخاصة بالتغيرات المناخية التكيف بيحدث من الحد من الامبعاثات الكربونية يعني التغير في عادتنا اليومية يعني عدم ترك بصمة يومية من البصمة الكربونية يعني مجرد قيادة السيارة بتعد بصمة كربونية صحيح فالتغير في عادتنا اليومية ويعني التقليل من استخدام الوقود الاحفوري والتوجه نحو الطاقة النظيفة كالطاقة الرياح والطاقة الشمسية هذا من عوامل التكيف مع التغير المناخي طيب ومفروض جدا احنا يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسيف اكتر من مرة يعني تكلم كتير على معركة الوعي واحنا عندنا مهم جدا عشان نخلق نوع من انواع التكيف او نفهم الناس يعني ايه تكيف لازم يكون فيه وعي خلال الفترة القادمة حضرتك شايفة المواطن ازاي يقدر يتكيف بالشكل يتعاون فيه مع الدولة المصرية ويتعاون فيه مع مجريات الامور الموجودة حاليا بحيث ان احنا نقدر نعدي هذه المرحلة بسلام الحين الوصول الى الاهداف المرجوة من هذا المؤتمر او من هذه الجهود الدولية ان شاء الله يعني هو المواطن بطريقة بسيطة جدا يعني ممكن بدل استخدام السيارات ممكن نستخدم مواصلات النقل الجماعي جميل عدم استخدام الدفيات بالفحم التي يعني تعمل بالفحم يعني استخدام الكهربائية مثلا اكثر من التي تعمل بالفحم اوه اي مواد احفرية نفط غاز يعني وقود بنزين هذه الاشياء كلها بتعد من يعني محاربة للمناخي يعني المعدد طيب يمكن الفترة دي احنا شايفين الدولة بتقوم بدور مهم جدا في التحول الى الاقتصاد الاخضر او الى الطاقة الجديدة والمتجدد عايزين نتحدث عن دور الدولة في هذا المجال في او بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه ارض السلام طبعا في احنا زي ما احنا شفنا الاوتوبيسات التي تعمل بالكهرباء شفنا ايضا العديد من المشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح وايضا الطاقة الشمسية نتحدث عن دي المشروعات عشان المشاهد يقدر يفهم تحديدا جدوها دي المشروعات وامتها الحقيقية في تنفيذ خطة الدولة الحقيقة ان ستعلن الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر ومصر عندها قدرة نفسية عالية جدا في هذا المجال اللي هو يعني عندها هدف ان هي تصل 8% من السوق العالمي للهيدروجين فهي عندها القدرة ان هي تعمل على انتاج الهيدروجين باقل تكلفة في العالم بمقارنة بالعالم تمام ولكن اعتقد يا فندم يمكن في ظل هذه التحديات الاقتصادية اللي بمر بيها ربما يرى البعض ان الهيدروجين الاقدر الدولة فعلا بتقطف خطوات واسعة ولكن يعني اقتصاديا ربما يكلف الدولة الكثير وطبعا دي نقطة مهمة لازم نعرفها لسادة المشاهدين ان الموضوع ليس بالشيء السهل هي خطة موضوع من فترة ولكن الدولة بتسعى بكل ما تملك من قوة انها تحققها طيب احنا هزين نتكلم عن القرى الصمراء القرى الصمراء من الاشياء المهمة او قضية القرى الصمراء هي من القضايا المهمة التي تهتم بها الدولة المصرية اهتمام كبير وتتحدث دائما بلسان القرى الصمراء طيب اذا قلنا ان مصر بتقود تحالف لتعزيز مشروعات الطاقة في القرى احنا عندنا دلوقتي ازم الطاقة وبالتالي النتيجة للازمة الاوكرانية الروسية كيف يمكن لمصر ان تساهم في تخفيف العبء فيما يتعلق بالطاقة فيما يخص به الدول الافريقية يعني هي مصر طبعا اكثر شيء فيها او التصنيع انها عندها قدرة تصنيعية عالية اكثر بكثير من باقي تخصوصا بعد الدعوات للوطلطين الصناعة الفترة الاخيرة بالزبط فهي يعني بعد نيجيريا وجنوب السودان ومصر هما اقوى ثلاث دول فيه نيجيريا وجنوب السودان ومصر اقوى ثلاث دول نيجيريا جنوب افريقيا مصر هما اكثر تلت دول قادرين على التصنيع في القرى الافريقية يعني الاحدث تكنولوجيا ومما يساعدهم طبعا في الوصول لمصادر جديدة للطاقة بعيدا عن الوقود الاحفوري او استخدام الوقود الاحفوري بطريقة او بتقنيات حديثة يعني تمنع حدوث مشكلات في المناخ والغلاف الجوي من استخدام هذه الالطاقة ولكن قدر القرى الافريقية للأسف نافع ثروات وموارد كثيرة جدا ولكن للأسف قدرها انها هي الاكثر تأثرا بما يحدث الان في الدول الكبرى طيب حضرتك شايفة انه يمكن الخروج من هذا المؤتمر الذي المعاقد الان يعني خلال هذه الفترة ربما بتوصية او بعض المشروعات او بعض الاتفاقيات اللي ممكن يتم توقع خلال هذه الفترة واللي بتعود على القرى السمراء ليس فقط مصري فأنت أتكلم على الدول الافريقية بشكل عام ربما بالاستفادة القصوى سواء اقتصاديا او على مستوى الطاقة هو اهم حاجة طبعا ان يكون في وضع القانون ملزم للدول الصنعية المتقدمة للحد من الانبعاثات الحرارية وتحديد قلية لتنفيذ هذه القوانين ايضا يعني ليس مجرد الزام فقط بقانون ولكن تحديد قلية لتنفيذ هذه القوانين طبعا هذا يعني على مصاري صحيح ليه طيب مصر خلال الفترة يعني سؤال بيطرح نفسه مصر خلال الفترة السابقة وخلال الفترة الحالية دلوقتي بتهتم جدا بعقد المؤتمرات وخاصة المؤتمرات الافريقية طيب اهميت هذه المؤتمرات الافريقية من وجهة نظرك في ربما حل حالة المشكلات الموجودة دلوقتي سواء الخاصة بالاقتصاد او الخاصة بالطاقة او الخاصة بالتغيرات المناخية بما أن حضراتي طبعا متخصصة في أشأن الإفريق وإلى أي مدى فعلا عادت بالنفع وعادت أيضا بمردود على أرض الواقع على هذه الدول هو بالطبع طبعا دور مصر قوي جدا في الفترة الحالية في اتجاه الدول الإفريقية ووجود مؤتمرات على أرضها طبعا بيوجه كمان الأنظار من الدول المتقدمة للقارة الإفريقية ككل يعني بعد غياب سنوات عديدة من يعني القارة الإفريقية عن الأجنتة الدولية العالمية طبعا وجود المؤتمرات على أرض مصر بيساهم بشكل كبير جدا في لفة الأنظار للقارة الإفريقية ويعني هناك بها تنمية مستدامة وهناك بها تطور يحدث يوما بعد يوم يعني طيب بالإضافة إلى المؤتمرات احنا عارفين أن مصر طبعا يعني بتهتم جدا بعملية التجمعات أو عملية أو فيما يسمى بالمنظمات وفي الكثير من المنظمات والتجمعات التي تجمعها مع إفريقين نتحدث عن هذه المنظمات الإفريقية يا فندم وإليه مدى برضو بتساهم بشكل كبير جدا في عملية الشراقة في مجال التنمية على مستوى القرى السمراء بالطبع مصر بتساهم طبعا هذه المنظمات ليس فقط في التنمية ولكن أيضا في اقتصاديا وتجاريا في عمليات التبادل التجاري يعني الاقتصاد يعني طبعا ده قوة يعني مثلا عندنا الاتحاد الإفريقي طيب الاتحاد الإفريقي حضرتك شايفة يعني حجم التعامل أو حجم المشاركة بين مصر وبين الدول الأفريقية بشكل عام كان وضعه ازاي خلال الفترة السابقة؟ الفترة السابقة طبعا يعني المشاركة قوية جدا أنا قلت لحررتك أن الحقيقة السيد الرئيس بيهتم جدا بالقرى الأفريقية في هذه الفترة يعني اهتماما لم يكن موجود منذ فترة طويلة يعني نعم فطبعا لأ هناك تعاملات قوية ويعني مساهمات قوية جدا للدولة المصرية داخل القرى الأفريقية طيب احنا النهاردة يعني دائما أنظار العالم بتتجه إلى مصر خاصة في هذه الأوقات ونحن نستضيف مؤتمر المناقب 27 بالتأكيد هذا المؤتمر سيخرج بالكثير فيما يتعلق بالصناعة والزراعة وإحنا عارفين إن الزراعة والصناعة تعتبر من أهم قطعين فيما يتعلق بالقرى السمراء حضرتك شايفة كيف يتم التكامل والتعاون سواء في الصناعة أو في الزراعة أيضا على وجه التحديد بين الدول الأفريقية من أجل أيضا مجابهة التغيرات المناخية من أجل أيضا الخروج بحلول الأزمات الاقتصادية خلال الفترة اللي جاية هو طبعا يعني التعامل في يعني التبادلات التجارية ويعني الاستفادة بالموارد الكثيرة المليئة في القرى الأفريقية واستغلالها استغلال أمثل وعدم طبعا تصدرها كمواد خام بل تصنعها يعني هذه الأمور جميعا يعني في يعني في إطار التعاون المصري الأفريقي من الأشياء الهامة جدا وأيضا أبرز هذه الأشياء طبعا الآن محاولة يعني التغلب على التغيرات المناخية يعني ده أهم وأبرز موضع التعاون المشترك بين المصري الأفريقي طيب إحنا يمكن الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادي من النقاط الهامة اللي بنركز عليها خلال هذه الفترة ليس فقط من خلال مؤتمر المناخ ولكن احنا كنا شايفين برضو في المؤتمر الاقتصادي كان قبله كان في المؤتمر الاقتصادي والحياة نقشنا الكثير من المشروعات والكثير من المفاهيم والكثير من الأهداف اللي احنا بنصبه يعني والدولة الحياة بتاخد خطوات وسعى للتحياة طيب كيف هتم التكامل الاقتصادي بين مصر وبين الدول الأفريقية في هذه المرحلة وإحنا طبعا أحوج لهذا التكامل خلال هذه الفترة طبعا التكامل الاقتصادي هم بالنسبة للدول الأفريقية وطبعا ده بيتم من خلال المعاملات على كافة المستويات ويعني اقتصاديا سياسيا أمنيا عسكريا يعني من خلال التدريبات العسكرية المشتركة وأيضا يعني التبادلات التجارية برضو كما ذكرنا يعني معاملات كثيرة جدا متاحة طبعا للدول الأفريقية تحقيق التكامل طيب المبادرات العامة للاستفادة من الموارد الأفريقية احنا عارفين أن أفريقيا بتصخر بالعديد من الموارد والعديد من الثروات وهناك الكثير من المبادرات للاستفادة من هذه الموارد خلال الفترة القادمة نتحدث عن هذه المبادرات حتى ولو بالشكل عام وجدواها أيضا في حل حالة المشكلات الموجودة دلوقتي يعني طبعا هناك مبادرات عديدة يعني للتعامل مع الأزمات داخل القرى الأفريقية ومصر طبعا بتسعى للقيام بدور قيادي في هذه المشكلات الحالية يعني في القرى الأفريقية طيب إلينا عبر الهاتف المهندس عبدالخلق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيخ أهلا بحضرتك يا فندم أنا متواجد في المؤتمر في أرض السلام في شرم الشيخ كيف رصدت مجريات هذا المؤتمر خاصة فيما يتعلق بالطاقة وفيما يتعلق أيضا بالتعامل مع معطيات الوضع الحالي الخاص بالتغيرات المناخية تفضل يا فندم أنا حقول لحضرتك هو طبعا إحنا الوقت بتعمل السيوخ إحنا وصلنا النهاردة يعني بحضر الدكتر قدامنا بكرة إن شاء الله يوم يوم حاكم أقول النهار حنحضر أو اليوم حنحضر اللي هو الكلام اللي حيثقال على طرق التمويل التمويل لمسوعات المناخ يسمون الفاينانس دي يعني المليون بتاع التمويل أو المال نعم فده يوم الناس كلها مقبلة عنه إن شاء الله حنحضر حنحضر في كل نهار في الجنسة ديات يعني في صبت قاية ساعة ستة فيها كلام كتير عن التمويل المشروعات طيب أنا كنت لسه بتكلم دلوقتي يا فندم مع دكتر نيروز فيما يتعلق بشق مهم جدا وهو شق التكيف يعني خلال هذه الفترة تم الحديث عن هذه النقطة أنه يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التكيف مع الظروف الحالية بالإضافة أيضا إلى تحقيق ما تصب إليه القرى الصمراء تحديدا في الحصول على الاعتمادات المادية المرصودة من قبل الدول الكبرى هو الحتة أنا حكري بالجزء الأخرالي هو بتاع القرى الأفريقية هو الحقيقة إحنا بعد ما نزلنا من الدنيس للوتيل فخرجنا كده من الوتيل يعني كان حوالي المغرب كده نعم الحقيقة اللي أعينا تجمع شبابي الأفريقي إحنا المجموعة بتاعتنا دي السيوخ اللي أعينا تجمع شباب شباب الأفريقي الحقيقة هو واحد الزبان المتالي جميل 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 فاشتركنا معهم في حوار رائع رائع يعني أنا الحقيقة منبهر بهذا الشباب الأفريقي في الواعد الصعب بساطة في اللبس إنما يعني علم وذكاة ومعرفة وتنمية نعم وحب لمصر مش قابلة أبسطه يعني طيب يعني راحنا تكلمنا معهم يعني لفت نظري أن هم بيقولوا الهاتف عنوين يعني لو أنا خاصت كلامه عنوين هم مختنئين الشباب ده مختنئ عن مستقبل القرى الأفريقية وطبعاً هم بالتكلموش كلام مصر مستقبل القرى الأفريقية هم كان من توجو ومن تنزانيا من مالي نعم فكانوا بيقولوا إن إحنا عندنا الموارد الطبعية عندنا مواردنا الطبعية رغم اللي ضاع منها أو اللي اتاخذ منها إنما اللي بقى كتير قوي دينا كل حاجة تقريباً عندنا تؤهلنا إن إحنا المستقبل يبقى لينا وهم بيقولوا إن إحنا امتلكنا العلم يعني كان زمان إحنا مع الناشط العلم مع الناشط التقنية فجولوا إحنا تعلمنا دلوقتي في الجامعات واتيحت لنا العلم في الجامعات في إفريقيا وفي بلادنا وجامعات في الخارج كمان لأن طبعاً هم نعم منهم عندها بترول ومنهم عندها يعني كده رائع يتعلمهم فأنا الحقيقة سعدت جداً بالشباب ده وأنا نوى بقى خلال المجتمع ده أكثر من الجلوس معهم والحديث طيب يا فنم يعني بتأكيد هؤلاء الشباب الحقيقة أكيد هناك يعني في الفترة القادمة نعم نوع من التكامل ونوع من التعاون بين الشباب المصري والشباب الافريقي وهذا ما تصب به إليه الدولة المصرية لا أنا فهم يا فندم أكيد طبعاً حضرتك طبعاً أستاذنا وحضرتك قدوة لهؤلاء الشباب أنا هكترح على طبعاً الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة العلام ووزارة كده نعم تعاون الدولي إن إحنا نعمل برنامج نستضيف الشباب ده يعني نستضيف الشباب ده على مدار السنة كده نوري له المشروعات اللي إحنا بنعملها نعم نوري له فرص الاستثمار اللي عندنا في مصر نععده مع الشباب اللي عندنا اللي إحنا إن شاء الله هم زخيرة المستقبل يعني أنا نمش نعمل برنامج بقى لأن نتوجه شوية لقرب الأفريقية طيب عايزين نتكلم بقى في إفريقيا تحديداً يعني محاول الطاقة في إفريقيا تحديداً وكيفية أيضاً الاستفادة من تجارب الربط ربط الكهرباء تحديداً في مصر بيئة الدول الإفريقية وعرض مثل هذا المشروع على هذا المحفل العظيم الكائن الآن في شرم الشيخ نعم هو طبعاً الجنوب القرن الأفريقي اللي هو اللي إحنا تصلي بقى القرن الأفريقي اللي هو يعني نيجيريا والكوتيري برديري الغنيا الاستوائية وغينيا وجنوب أفريقيا الجنوب أفريقيا طبعاً عندها ويسعوا من الفحم نعم إنما عندك بقى الحتة نجيلية طبعاً ده بترول كبير المفاكئة بقى الحصونة السوداء هي مثلاً غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية بتينهم تجأد الإمارات وهم شعبه صغير يعني كينيا فمش ألاها كبيرة قوي إنما هو الفكرة دي وقتها احنا مقتمر بمناه هم شباب دواعي هم مش حياتمدوا على البترول عايزيني بقى نادج المحل بتاعهم جاي من البترول نعم إما عايزيني يعني يتمشوا بقى اللي جاي عايزيني أعمله بقى المعدون مية عادينا مية كتب جداً في أفريقيا عايزيني أستغلوا بقى مساقط المياه على فكرة إحنا يعني مصر نشتركة مع تنزانيا بنعمل دلوقتي سد تنزانيا إن شاء الله يختط حوري يعني سد بيها يولد كهرباء نعم إما بيقصوا للحاجات دي بقى يتعاونوا في مصر وإحنا عندنا خبراء وعندنا خبراء وعندنا تريخ هم مش حياتمدوا على البترول ولا على الغاز طيب يا فاديم يعني كيف تساعد أيضاً المبادرات متعددة الأطراف الأفريقية تحديداً في ربما جذب المستثمر الأجنبي للاستفادة من الثروات الطبعية والموارد الموجودة في أفريقيا خلال الفترة القادمة خاصة وإحنا بنمر على مستوى العالم بأزمات اقتصادية طاحنة وأنا الأوان ربما في التفكير خارج الصندوق خلال هذه الفترة يعني صحيح هو يعني حضرتك إحنا البرج وأنا حيرجعت أنا أقول إحنا عندنا نبص بإيه؟ يعني إحنا طبعاً كل أبرينا بيتبص بالشمال يعني أوروبا من أيام محمد علي من ساعة ما أرسل بقى البعثات إلى الزرع أو الزرنطة بالذات يعني وخدنا منهم بقى التقاطة وخدنا منهم التعليم وخدنا منهم الكلام ده نعم إحنا بقى دولة عائدة إحنا دولة عظيمة لازم نسك كلام ده إحنا دولة عظيمة ولنا تجربة والعالم كله عارف تجربتنا يعني نعم إحنا بقى نبص لأفريقيا نبص لأفريقيا نبص لأفريقيا إزاي؟ نستسمى في أفريقيا المقطاع الخاص بتاعنا نستسمى في أفريقيا وفي تجربة على الفكرة قوى جميلة جدا تختعبت أفريقيا عن الاستثمار نعم الأفريقيا بيش داي ما احنا متخيلين يعني أفريقيا في دول منها عندها فوق دول أبصوبة والبنك الأفريقي بلك غني وبلك جوي نعم نبتلك بقى نعمل لون فرص استثمار يعني المصر الإفريقي عايزين نقول إيه؟ المشروع المصر الإفريقي الاستثمار المصر الإفريقي البنك المصر الإفريقي نعم عايزين نبتلك بقى نبص للقرة دي لأن القرة دي بليانة رسورس بليانة موارد وإحنا بنمثل إيه؟ بنمثل الشمال نعم دي بطول عمر الشمال هو إيه؟ اللي فيه الواق بيروح نحية الحضارة يعني أو نحية التبادل التجاري نعم نحنا النعاردة إحنا ممكن نبقى بوابط أفريقيا من البحر الأراضي المتوسط وبوابط أفريقيا من الخليج السويس بالتأكيد بالتأكيد عايزين نجذب بقى ناس الأبارقة دي نجذبهم يعني نخليهم يبقوا هم دول الرصيب بتاعنا أو العمق الاستراتيجي بتاعنا بالتأكيد الحقيقة معلومات ثرية شكرا جزيلا المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة والبيئة بمجلس الشيوخ أشكرك يا فندم جزيلا شكرا نرجع لحضرتك يا دكتور نيروز مرة أخرى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة بالقرى السمراء يمكن كانت أول زيارة قام بها الرئيس إلى الجزائر وبعد كده كان فيه نوع من أنواع توطيد العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وأيضا الصحية حتى كان فيه مساعدات فيما يتعلق بفيروس كورونا وفترة الوباء نتحدث أيضا عن دور مصر الرياضي ورجوعه مرة أخرى خلال هذه الفترة وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر خلال الفترة القادمة من الناحية الجيوسيا يعني تغيير الوضع بشكل عام خلال الفترة القادمة بريادة مصر خاصة هنا المتحدث الرسمي باسم القرى السمراء طبعا مشاركة مصر في القرى الأفريقية مشاركة قوية جدا في الفترة الرئاسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صحيح التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا تحديدا عشرين ثلاثة وستين إحنا عندنا العديد من الخطأ يعني خطة التنمية المستدامة عشرين ثلاثين في خطة التنمية عشرين خمسين وفيه طبعا أهداف أفريقيا عشرين ثلاثة وستين ونهاردة كان فيه عرض من قبل الرئيس دي تلتاشر مبادرة في إطار قمة المناحة قبل توني سابت المبادرات المصرية ودورها أيضا خلال الفترة السابقة ودورها أيضا في فتحة أفاق جديدة أمام التعاون المشترك بين مصر وبين الدول الأفريقية وبين مصر أيضا وبين الدول على مستوى العالم خلال الفترة اللي احنا بنعيشها للوقت طبعا يا فترة صعبة جدا على الجميع أكيد تمام أكيد المبادرات دي شيء جايد طبعا أنه بيتقدم الدولة المصرية للدول الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي يعني لسهولة تواجد العملة الأجنبية اللي هي بالأصل فيها مشكلات كبيرة وأيضا تمويل المناخ يعني تمويل أزمة المناخ الحالي طبعا مبادرات دي بتفتح ليهم طريق أن هما يعني من خلال استثمارات من خلال توجههم للقرار الأفريقية أن هما يفي بوعودهم تجاه التمويل المناخي يعني أزمات التغيرات المناخية الحالية محور مهم جدا لا يمكن يعني أن نغفلها وهو محاربة الإرهاب مصر استطاعت التحدي يعني أو مجابهة جميع التحديات الأمنية خلال الفترة السابقة وكان لها دور مهم جدا يعني لفت انتباه العالم كله فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب وأيضا الرئيس نوى عن أكثر من مرة عن أنه يعني أو مصر حاضرة وبقوة في مكافحة الإرهاب أيضا داخل القرار الأفريقية دور مصر في استطباب الأمن ومكافحة ظاهر الإرهاب في الدول المجاورة واللي أكيد بتأثر بشكل أو بآخر على مصر أو على شقيقتها من الدول الأفريقية الأخرى تمام ودور مصر طبعا هي بتشارك في بعثات حفظ السلام بشكل كبير جدا صحيح أو أكثر أكثر من بعثة يعني وأيضا بتشارك في مجلس السلم والأمن الأفريقي بقوة برضو فطبعا دورها قوي جدا في مجابة الإرهاب داخل الدولة المصرية وخارجها أيضا في القرار الأفريقية طيب طيب يا فانم الحقيقة يعني دور مصر الحقيقة قائم ومصر بتقوم بخطوات واسعة خلال هذه الفترة وإن شاء الله يعني نتمنى خلال المرحلة القادمة أن تحظى يعني الدولة المصرية بما تريد من هذه المشروعات وهذه المبادرات وهذا الضر الكبير الحقيقة مصر شايلة هموم ليس فقط الداخل ولكن أيضا هموم القرار الأفريقية إن لم يكن هموم العالم كله شكرا جزيلا دكتور نيروز عدد الله البحثة في أشؤون الإفريقية بجامعة القاهرة كنت ضيفة كريمة معنا أشكر جيفة شكرا جزيلا مشاهدين الكرام زي ما قلنا كده إن مصر دائما يعني تحمل على عاطقها موضوع الريادة ليس فقط الريادة على مستوى الشرق الأوسط أو الدولة الإفريقية ولكن أيضا على مستوى الإقليم بأكمل مصر في الوقت الحالي هي المتحدثة الرسمية باسم القرار السمراء مصر هي من تتحدث الآن عن الاعتمادات المادية للقرار السمراء مصر هي من تقوم بالعديد من المشروعات التنموية والربط على كافة المناحي مع القرار السمراء مصر هي دائما حريصة أيضا في ربما الانضمام إلى العديد من التجمعات الإفريقية ومنها طبعا الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف المشاركة والتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مصر هي من حملت هموم القرار السمراء خلال فترة كورونا وكلنا شفنا كم المساعدات الطبية والصحية التي تقدمت بها مصر إلى الدول الإفريقية الشقيقة مصر هي من تحمل راية القرار السمراء وهي من تدافع عن حقوق قرار إفريقيا مشاهدين الكرام كنت سعيدة جدا بلقائي مع حضراتكم النهاردة الشكر موصول لفريق الأهداد وفريق الإخراج وأيضا الفريق الفني تحياتي كنت معكم أنا رانيا البليد إلى اللقاء